السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية سنتحدث اليوم في كتاب البلاغة العربية والنقد الأدبي عن وحدة النقد الأدبي بداية لقد أنهينا وحدة البلاغة العربية وأنهينا فيها علم البيان اليوم سنتحدث عن وحدة جديدة وهي النقد الأدبي مصطلح النقد ليس جديدا علينا بل قد تناولناه في الفصل الأول وقد تناولنا معايير أو خصائص هذا النقد في العصر الجاهلي يهمني في هذا أو في هذه الوحدة أن نتحدث عن معايير النقد الأدبي في عصر صدر الإسلام هذا النقد في عصر صدر الإسلام لا يختلف عن النقد في العصر الجاهلي دعونا نعود في ذاكرتنا إلى ما قد تناولناه في الفصل الأول تحدثنا عن خصائص النقد الأدبي في العصر الجاهلي ألا وهي الانطباعية وقلنا بأن يعتمد النقد على من؟ على ذوق الناقد من غير أنه يعتمد على أصول أو أسس أو أنه يستخدم مصطلحات ثابتة انطباعي من طبيعة من؟ الناقد الجزئية أن النقد لا يتتبع العمل الأدبي كله بل يتتبع جزئية جزئية ليس كذلك؟ تحدثنا أيضا عن قلة التعليل وتحدثنا عن خاصية الإيجاز ما نود معرفته في هذه الوحدة بأن النقد في العصر الإسلامي لا يختلف عن النقد في العصر الجاهلي بقيا على ظل على شكل ملاحظات أقرب للنقد الانطباعي والجزئية والإيجاز كما قلنا قبل قليل وعدم استخدام المصطلحات الثابتة على نحو ما كان في العصر الجاهلي وإن برزت في العصر الإسلامي خاصية ماذا التعليل؟ لو سألنا عللي بروز خاصية التعليل في النقد الأدبي في العصر الإسلامي يكون الجواب كالتالي لأن القرآن الكريم قد أثار في نفوس العرب تساؤلات مهمة حول ضرورة التمييز بين التجربة الجمالية والتجربة الإيمانية وأن التجربة الإيمانية هي المنشودة عند الأديب والناقد لذلك قلنا بأن خاصية التعليل قد ظهرت في العصر الإسلامي لماذا؟ لأن خاصية التعليل قلنا بأن يصدر أحكام وتعليلات في العصر الإسلامي ظهر من؟ القرآن الكريم أثار في نفوس بعض العرب تساؤلات مهمة تمام؟ يتمثل ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر بمنزلة الكلام فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام فالشعر الجيد لدى الرسول صلى الله عليه وسلم كم ما كان موافقا للحق وتعاليم الدين الإسلامي مؤكدا للقيم العليا ومبادئ الخلق القويم والفضيلة أي بعبارة أخرى أن النقد الأدبي ما تميز بصحة الأفكار إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتمد الشعر الجيد عند الرسول الذي كان موافقا للحق وتعاليم الدين الإسلامي ويؤكد على القيم والمبادئ والأخلاق الحسنة ثم أعجب الرسول صلى الله عليه وسلم بقصيدة من؟ كعب بن زهير التي التي بانت سعاد لماذا أعجب بها؟ لالتزامها القيم الإسلامية وبعدها عما لم يقره الإسلام من قيم الجاهلية وكان من شدة إعجابه بها أنه خلع على كعب بردته حين أنشده القصيدة حسناً عزيزات الطالبات في عصر الخلفاء الراشدين ومن عاصرهم من الصحابة عنوا بموافقة الشعر لقيم الحق والفضيلة وموافقة للتعاليم الإسلامية أي أن يتميز بصحة الأفكار أضافوا التفاتهم إلى عناصر أخرى هل نذكر اللغة والإيقاع والعاطفة والصورة؟ نأخذ مثال أبو بكر رضي الله عنه يقدم أذنى بغذبياني لحسن شعره وعذوبته أي جودة لغته وسلامة إيقاعه لنرى الآن في مثال عمر بن الخطاب يحكم لزهير بأنه شاعر الشعراء ثم يشفع حكمه بأسبابه لنركز هنا كان لا يتبع حوشية الكلام ولا يعاضل المعاضلة التعقيد يعني لا يصعب بالكلام في المنطق ولا يقول إلا ما يعرف ولا يمدح الرجل إلا بما فيه في هذا القول دعونا نتتبع ماذا؟ عناصر العمل الأدبي عناصر العمل الأدبي اللغة الإيقاع العاطفة والصورة لنرى بأن هنا عمر بن الخطاب كان عنده تناسب في اللغة الأدبية والإيحاء والوضوح في الصورة في وين كانت ظاهرة هذا أنه لا يتبع حوشية الكلام؟ كان في عنده صدق عاطفة ووضوح وصحة أفكار وين؟ في أنه لا يقول إلا ما يعرف ولا يمدح الرجل إلا بما فيه يعني في هذا الكلام عمر بن الخطاب جمع ويعني عناصر العمل الأدبي اللغة الإيقاع العاطفة والصورة